تنطلق غدا منافسات الدورة من النهائية من بطولة كأس العالم لكرة الغدام في قطر 2022 حيث يلتقي منتخب هولندا نظيره منتخب الولايات المتحدة الأمريكية فيما يواجه منتخب الأجنتين منتخب أسترالي المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير يلتقي المنتخب الهولندي مع نظيره الأمريكي السبت في الساعة السادسة مساء على الساد خليفة الدولي وذلك في أولى مواجهات دورة الستة عشر في بطولة كأس العالم وتصدر المنتخب الهولندي المجموعة الأولى بعدما حقق انتصاره الأول على نظيره السينغالي بهدفين نظيفين قبل أن يتعادل مع منتخب الأكوادور بهدف لمثله فيما تغلب في الجولة الثالثة على منتخب قطر بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب فيما احتل المنتخب الأمريكي لمركز الثاني في المجموعة الثانية بعد أن حقق تعادلين أمام منتخب ويلز بهدف لمثله ومع المنتخب الإنجليزي بتعادل سلبي ولكن المنتخب الأمريكي سطاع في الجولة الأخيرة التغلب على منتخب إيران بهدف دون رد وسيلتق الفائز منهما في الدور ربع نهائي مع الفائز من مواجهة المنتخب الأرجنتيني مع نظير الأسترالي والتي ستقام على سيد أحمد بن علي في الساعة العاشرة مساء وتأهل المنتخب الأرجنتيني للدور الثمن النهائي بعد أن خسر مواجهته الأولى أمام المنتخب السعودي بهدفين لهدف قبل أن يستعد توازنه ويحقق فوزين متاليين على المكسيك وبولندا بهدفين دون رد ليحقق صدارة مجموعة ثالثة بينما تأهل المنتخب الأسترالي لهذا الدور بعد أن حل غصيفا في المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط من فوزين وخسارة ففاز على تونس والدنمارك بهدف دون رد وخسر من فرنسا في الجولة الرابعة بأربعة أهداف مقابل هدف